نأخذ سؤال كده من الطرف البنات تفضلي مولانا جرف العرف أن الدهب بتاع المتغفية للبنات لا ده عرف فاست الدهب بتاع الست جزء من تركتها ده يمكن هو ده صروتها الوحيدة في بعض الأحيان فالدهب هي عايزة تدي لبناتها تدي وهي حية وهي عايشة توزعوا بقى على البنات والأحفاد وتديهم لهم في الأفراح والليالي ملاح ما فيش مانع ملكها تتصرف فيه كيف شاءت تدي دي غواجتين وخاتم ألماز ودي تلت خواتم ألماز وما تديهاش غواجتين هي حرة لكن حطت رأسها من هنا الكلام ده الكشماجية بقى ترك من هنا حتى لو هي موصية بذلك الوصية حاجة تانية يجب بقى ساعتها علشان ننفذ الوصية بتاعتها إن احنا نعمل شوية إجراءات منها إن نجيب الدهب ده ونقومه ونشوف هو تلت تركتها ولا لا فنفرض إن هو طلع تلت تركتها يبقى لها أن تتصرف فيه حتى ولو للورصة لو طلع إن هو أكتر في التلت بس نعزل التلت منه ويروح للي هي وصت ليه والباقي يبقى جزء من التاركة طب هو ده تركتها كلها ما سابتش إلا الدهب ده يبقى ناخد منه تلت من القيمة كلها كده والباقي يبقى تاركة وهكذا قواعد الميراث يا أخوانا لازم تنفذ لأنه ده حدود الله وده الحق والمستحق ولذلك ما ينفعش فيها الأعراف لكن ينفع فيها التخارج والتنازل والرضا كلنا سمعنا إن هو قال إن دي إنها بتقول ده للبنت دي ومش عايزين نكسر بخطر أمنا في الكلام بتاعها وهو وفقنا أدام وفقنا خلاص ما جراش حاجة الاتفاق حلو افرض أن أنا سبت تركتي كلها لأخوية بيصرف علي ووقف معايا تملي وكده ومش عارفه وماناش عايز أنا التركة دي مش هعرف أديرها ولا جايبة حاجة جوزي غاني وما إحناش محتاجين الرضا حلو التراضي مفيش مانع لكن النزاع هو اللي فيه مانع والسيف الحياة إن أنا واخد كده يعني إيه بكسفهم يعني بكسف بقية الورصة ما ينفعش يبقى الحاجات دي تبقى واضحة فيه طراضي وفيه رضا وفيه حب كان بها بنعمل اللي إحنا عايزينه لكن في معيار برجع إليه لما يحصل فيه أي بطلبة بالحق أو أي رغبة في استفاء الحقوق